اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دورة تعليم برنامج أكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع الترحيل أو ترحيل البيانات المقصود بترحيل البيانات هو ترحيل البيانات من صفحة إلى صفحة أخرى مع الاحتفاظ بمصدر البيانات يعني مثلا عدنا هذا المثال اللي أمامنا على الشاشة جدول لبيانات موظفين لشركة معينة يحتوي على تسلسل واسم الموظف المواليد والعنوان الوظيفي عدنا مجموعة موظفين إداريين وموظفي خدمة ومحاسبين وسائقين لو حبينا نفصل الموظفين حسب العنوان الوظيفي في كل ورقة موظف معين حتى تعرف أنه في ورقة معينة رح يظهر للمحاسبين فقط وفي الورقة الثانية رح يظهر مثلا السائقين ومثلا في الورقة الثالثة الإداريين وهكذا طبعا نستخدم عمليات الفرز ولكن يجب أن تكون عملية ترحيل البيانات لكل ورقة ومن ثم نستعمل الفرز طبعا في الأسفل رح نسمي الأوراق بحسب العنوان الوظيفية يعني في الورقة رقم اثنيا رح يكون اسم الورقة اللي هو مثلا الإداريين في الورقة رقم ثلاثة رح تكون مثلا المحاسبين وطبعا نضيف ورقة جديدة ونسميها مثلا السائقين أو السواقين في الورقة الخامسة رح نسميها مثلا موظفي الخدمة طبعا نجي إلى الإداريين في الورقة الثانية وفي أول صف طبعا ننكبر حجم الورقة في أول صف نضغط على علامة يساوي فقط علامة يساوي يعني ما نضغط على علامة انتر نضغط علامة يساوي ونذهب إلى ورقة رقم واحد نحدد أول خلية ومن ثم انتر نلاحظ هنا أنه رح يرحل البرنامج هذه البيانات إلى الورقة الخاصة بها الإداريين طبعا أستخدم هاندل أفقي و هاندل عمودي رح البرنامج يظهر لي البيانات الموجودة في الورقة رقم واحد طبعا بيانات تفاعلية ديناميكية يعني لما أجي أعدل هنا رح يتعدل في هذه الورقة المشكلة أنه هنا رح تظهر لي هذه الأصفار هذه الأصفار تعني أنه البيانات المرحلة كانت فارغة يعني هنا أنا مرحل لي هذا الخلية وهذا الخلية فارغة فطلع لي صفر حتى أتخلص من هذه الأصفار أروح على ملف ومن ثم خيارات ومن ثم خيارات متقدمة طبعاً نذهب إلى خيارات متقدمة ننزل بالأسفل طبعاً ننزل إلى الأسفل أظهار صفر الخلايا التي تحتوي على قيم صفرية طبعاً فقط نلغي علامة الصح نلغي تفعيل هذا الخيار ومن ثم موافق نلاحظ أنه راح تلغى الأصفار طبعاً حتى نفرز أنه نظهر الإداريين فقط مثل ما تعلمنا في المحاضرة السابقة نروح على فرز ومن ثم تصفية ومن العنوان الوظيفي نلغي تحديد الكل ومن ثم نحدد إداري فقط ومن ثم موافق راح يظهر أنه فقط الإداريين بنفس الطريقة راح نكررها على المحاسبين والسائقين وموظفي الخدمة نجي على أول خلية يساوي نذهب إلى ورقة رقم واحد نحدد أول خلية enter طبعاً نسوي هاندل أفقي وهاندل عمودي وبنفس الطريقة نلغي الأصفار طبعاً نجي إلى الورقة الخاصة بالسائقين ويساوي نذهب إلى ورقة رقم واحد نحدد أول خلية enter وبنفس الطريقة موظفي الخدمة كذلك يساوي نذهب إلى ورقة رقم واحد ونحدد أول خلية enter ومن ثم هاندل أفقي وعمودي طبعاً نكبر العمود وأيضاً من الصفحة الرئيسية خيارات وحنا تعلمنا أنه من خيارات متقدمة ننزل قبل الأخير إظهار الصفر نلغي موافق وهكذا عند بقية الصفحات نجي إلى الصفحة الأولى إحنا فقط ظهرنا الإداريين في الصفحة الثانية رح نظهر فقط المحاسبين طبعاً نروح على فرز وتصفية وطبعاً من العنوان الوظيفي رح نلغي الكل ونحدد فقط المحاسبين أو محاسب من السائقين بنفس الطريقة نروح على فرز وتصفية ومن العنوان الوظيفي نختار فقط سائق من موظفي الخدمة بنفس الطريقة فرز وتصفية نختار تصفية من العنوان الوظيفي نلغي الكل ونختار موظف خدمة مثل ما تلاحظون هنا عدنا ورقة رقوب 1 ورقة 2 ورقة 3 طبعاً نقدر نغير التسلسل مثل ما تعلمنا في المحاضرة السابقة من خلال الدالة سب توتال طبعاً نقدر نحذف الأصفار مثل ما تعلمنا نعيد الأمر حتى يترسخ بشكل أكثر ننزل إلى ما قبل الأخير إخفاء الصفر المحاسبين كذلك نكبر حجم الورقة ومن ملف خيارات متقدمة نلغي تفعيل إظهار الصفر في الخلايا الفارغة طبعاً ممكن أن نستعمل الهاندل أو الاحتواء التلقائي بدفس الطريقة الاحتواء التلقائي في بقية الخلايا طبعاً يتم الاحتواء التلقائي من خلال دبل كليك على الخط اليساري للعمود أو لعلى اسم العمود تمام جداً فقط هنانا المواليد هنانا نلاحظ أنه عندنا مشكلة بالمواليد طبعاً نحدد هذه الخلايا ونروح من خلال الصفحة الرئيسية ومن عام نختار تاريخ مختصر تمام جداً بنفس الطريقة هنانا من عام نختار تاريخ مختصر وهكذا نغير البقية من الفئة عام إلى تاريخ مختصر أصبح عندنا برنامج يفرز الموظفين حسب العنوان الوظيفي نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى